من أنا؟ ملحد أنا أنا العقل أنا الحب أنا الإنسان أنا من صنعت من الحياة ضحكة أنا من يتغنى العلم بأنجاته ملحد أنا وهذا هو عصر النجوم عصر الحرية عصر الحب وثورة الحادي هذا أنا أيتها السماء هذا أنا أيتها السماء أعلن بك حكم الإعدام وأعلن بك تحت نور الشمس الحادي أعزاء المشاهدين عزيزات المشاهدات أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه السبيل طبعا هذه الحلقة الثانية والحلقة الأولى تكلمنا فيها عن نشاط على صفحتنا في الفيسبوك وأجبنا على بعض الأسئلة للمؤمنين للمؤمنين وحصوصا منهم المسلمين الذين يقولون لما تجهر بألحادك وهذه المسائل اليوم سنتحدث عن موضوع خاص خاص ومضحك للأسف صفحتنا تقريبا 10 تيان وعشرات التبليغات حتى تهاكروا الصفحة ونسوق حظهم وقدرنا نستعيد الصفحة بكل سهولة لا أعرف ما أسميهم سرية من سرايا جيش المؤمنين في غزوة جديدة على الفيسبوك غزوة ألكترونية لجيش محمد للأسف طبعا هذا دليل على ضحالة فكرهم وعلى ضحالة دينهم ليس عندهم حجة لو كان عندهم حجة كانوا واجهون بها لأنه ليس عندهم حجة لذلك هذه الطريقة أسهل لهم تبليغات يلا يا شباب مبلغ ومسكر الصفحة طيب سكرتها يا سيد ورجعنا فتحناها وبكل سهولة يعني يعني أنتم عم تحطوا راسكم براسنا نحن ملحدين تعرف شو ملحدين نحن أهل التكنولوجيا نحن اللي اخترعنا التكنولوجيا وليس أنتم مجرد بهاليل فقط بالعامية المصرية درويش يعني أقصى ما يمكنكم فعله هو الجلوس في الجامع وقراءة هذه التخاريف على بعض يعني تتحدون من يعني سكرتوا صفحة من نفتح عشر صفحة أنتم ليس عندكم حجة ليس عندكم منطق يعني دينكم هشلي هذه الدرجة لا يمكنكم أن تدافع عنهم سنريكم اليوم ما هي العلوم اللي عندكم سنريكم بالتفصيل ما هي العلوم اللي اخترعتها أحاديثكم ودينكم ماذا اخترع وماذا قدم لم يقدم غير الإرهاب غير الجهل والتخلف غير الدمار وكل هذا شايفينه بعيننا يعني ما بدنا مين يبرك ينظر علينا شايفين هذا الدمار هذا كله نتيجة لهالدين هذا مين عم يقتتل غالله غير الأصحاب بنفس الدين شيع و سنة يعني يا حيف يا حيف لازم تفهموا لازم تفهموا أنه هذا الدين هو اللي سبب جهلنا سبب مرضنا سبب تعاستنا لازم تفهموا عم تجوا تدافع عن الجهل عم تدافع عن التخلف يعني بيكفي 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 على كل حال رح نجدكم بالدليل والبرهان شو عندكم بدينكم لنشوف العلوم اللي قدمتوها للبشرية يلا في صحيح البخاري كتاب الطب حديث رقم 5686 عن أنس أن ناسا مرضوا في المدينة فأمرهم صلعا أن يلحقوا براعيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها يا سلام على العلوم يا سلام اشرب البول وتمتع فلحقوا براعيه وشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحت أبدانهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل همج يعني فبلغ ذلك لصلعا فبعث بطلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر عيونهم يا سلام على دين الرحمة يا سلام على دين العلم يعني عن شو عم تدافعون انتوا عن شو عم تدافعون عم تدافعون شرب شخاخ عم تدافعون شرب بول البعيد عم تدافعون تقطيع الأيادي يعني فيه روايات بيسمر أعينهم وقطع أيديهم من خلاف فيه روايات بتقول كانوا يعبدوا على الصخر شو هالرحمة شو هالدين شو هالهمجية أصلا دين العلم دين الرحمة يا سلام وجانين تحطوا راسكم براس المنحدين روحوا أول شيش شوفوا شو هال الوخم اللي مأمني فيه في صحيح البخاري باب كتاب الطب وباب دواء المقطون حديث رقم 5716 عن ابن سعيد قال جاء رجل إلى صلعا فقال إن أخي استطلق بطنه فقال صلعا أسقيه عسلا يا سلام استطلق بطنه يعني سهل فأسقيه عسلا فسقاه عسلا وعاد إلى صلعا وقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا طبعا صلعا لم يكن يعلم أن العسل يسبب الإسهال في حالات معينة أنا ما لي علم فيها بالطبع بس أكيد العسل بيسبب الإسهال كان من أسباب الإسهال فقال له صلعا صدق الله وكذبت بطنه أخيك شو يعني عم تضحك علينا يعني انت بتقول له روح شرب عسل بشان يوقف الإسهال ولما ما بيوقف الإسهال بكون بطنه كذبة وصدق الله تبع كل الخرافيها شو هالوهم وين عايشين انت وين عايشين فكروا فكروا يا جماعة فكروا بك والله نحن بنريد مصلحتكم يعني منا ضدكم منا واقفين ضدكم انتو أهلنا بالتالي يعني فكروا شو هالها التخاريف هاي صدق الله وكذبت بطنه أخيك يا السلام شلون يعني كذبت بطنه أخيك مع مسهل الزلمة في صحيح البخاري باب كتاب الطب حديث رقم خمس تلاف سبعمية وتسعة واربعين عن خالد ابن سعد خرجنا ومعنا غالب ابن أبقر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق فقال فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقتروها في انفه بقطرات زيتين في هذا الجانب وفي هذا الجانب فإن عائشة حدثتني أنها سمعت صلعم يقول أن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام الحبة السوداء نحن نسميها حبة البركة السوريين بنحطها بالجبنة يعني بتعطيها طعم للجبنة حبة البركة هاي شفاء لكل داء إلا السام يعني سام الموت أو هيك شي يعني السام أو يكون شخص ياخد سم يعني بس السم ما بينفع والباقي كله بينفع السلطان بينفع الكوليسترول بينفع الإسهال بينفع واجعة الراس بينفع شو بدك كل شيء ما عدا السام إلا السام حبة البركة كان ما في سوري مرض كان سكرنا مستشفيات وما في داعي لهالأبحاث حبة البركة حبة السوداء هذه العلوم اللي عندكم هذه هي العلوم وتدعونا دين العلم وعجازات علمية مع بهلول النجار في صحيح البخاري كتاب الطب حديث رقم خمس تلاف وسبعمية وثمانين عن أبو حريرة سوري عن أبو أبي هريرة أن صلعا قال إذا وقع الزبابة في إناء فليغمسه كله ثم يطرحه فإن في إحدى جانع حي هداء وفي الأخرى شفاء يا السلام يعني إذا شرفت دبانة تحطها بعدين تشيلها وتكبها وتشربها يعني تشوف ما في قرف بالمرة نهائيا إذا ما في قرف يشرب شخاخ الجمل يكون في قرف ما بدبانة يعني يعني يشوف هال آخ آخ في صحيح البخاري كتاب الطب وباب الدواء بالعجوة حديث رقم خمس تلاف وسبعمية ستة وتميني قال صلعا من استبح كل يوم بسبع اقتمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر يا السلام يعني خلط عشر سبع تمرات وكلهم على الريء وشرب سم بعدها ما في مشكلة يعني ما في مشكلة نهائية تصوروا تصوروا ضحالة الفكر والجهل لهالدرجة وقدرتكم الحسنة فشو شو بدي يطلع منكم انتم شو بدي يطلع منكم انتم جاينا عم تهاجموا صفحتنا رح نفتح عشرين الف صفحة وسكروا بس بالتالي انتو خسرانين انتو خسران انتو عم توقفوا ضد الحضارة ضد التقدم ضد الانسان في صحيح البخاري باب الشفاء في ثلاث حديث رقم 5680 سمع عن ابي عباس عن صلعن قال الشفاء في ثلاث في شرطة محجن او شربة عسل او كية نار يعني تصوروا شرطة محجن الشفاء يعني لازم مثلا اذا فيه دم معقد ولا شي تشرطه بالمشرط بسكينة وبمشي الحال او شربة عسل او تكويب النار شوفوا الطب شوفوا العلوم يا للأسف يا للأسف على كل حال نحن موجودين ورح نبقى ورح نبقى لأن العلم هلا زماني نحن في مرحلة مرحلة تاريخية تغيرية من اللاحضارة الى الحضارة وانتوا واقفين ضد الحضارة وما في بشر وقفوا ضد العلم والحضارة الا سحقه لكان مكانهم في مزبلة التاريخ وانتم مكانكم في مزبلة التاريخ الى اذا رجعتوا لعقلكم وتبنيتوا الحضارة وتبنيتوا العلم وفكرتوا ونبثوا هالخرافات هالتخاريف اللي ما جابتنا غير الدمار والخراب والمرض والجهل والفقر كل من وراء تخاريفنا ممكن وقت تتبنوا العلم ممكن ممكن تنهضوا ونصير أمة مثل بقية الأمة ونصير خلق يعني بمعنى الكلمة نصير خلق وعا كل حال نحن باقين وكل ملحد ارجوك اجهر بإلحادك اجهر بإلحادك نحن بالملايين نحن إذا كل واحد فينا اجهر بإلحادك الموضوع مهما كنت مشهور مهما كنت شخص عندك موقع اجتماعي مركز اجتماعي مهما كانت مسؤولياتك لما تشهر بإلحادك موضوع إذا حكوا فيك بالإعلام شهرين شهرين بنسوه بعدين بس أنت بتعطي دافع للناس كله منه تجهر ارجوكم اجهروا بإلحادكم بكفي دبح بكفي موت بكفي قتل شوية بهاليل عم بتحكموا فينا شوية مصاريع شوية جماعة ما فهموا الخمسة من الطمسة شو هي ارجوكم اجهروا بإلحادكم على كلها رح نسجل حلقات جاية وهذا اللي طالعنا من العلوم هل كم حديث فيه مثلهم بلاوي كتير ورح نطالع من الإرهاب نطالع من العلوم الخرافية اللي عندكم نطالع من الهمجية حقوق المرأة حقوق الأطفال ما رح نعيف شي رح نجرد الإسلام تجريبا رح نفسفصة وجايين عالطريق شكرا من أنا؟ ملحد أنا أنا العقل أنا الحب أنا الإنسان أنا من صنعت من الحياة ضحيا أنا من يتغنى العلم بأنجادي ملحد أنا وهذا هو عصر النجوم عصر الحرية عصر الحب وثورة الإرهاب هذا أنا أيتها السماء هذا أنا أيتها السماء أعلن بك حكم الإعدام وأعلن بك تحت نور الشمس إرهاب